اول وده اللي عايز اقوله الجمهور نادي الزمالك اوعى تكبر لاعب وتقعد تشتم ادارة او اعلام او اي حاجة عشان لاعب لان اللعب في النهاية مش هيخترك انت يا جمهور في النهاية في لعبة ترتبط بها نرتبط بها يعني مشاعر وعاطفة وكده وبتاع لكن قولا واحدة الزمالك الفوق الكل زمالك فوق اي حد الزمالك نمرة واحد اللي يحط الزمالك نمرة واحد يبقى نمرة واحد اللي يحط الزمالك نمرة اتنين يبقى نجيب واحد يحط الزمالك نمرة واحد ويبقى هو عايز يقاتل ويبني اسمه يكون جعان كورة جعان كورة وجعان فلوس وجعان اي حاجة في الدنيا بس عايز يموت نفسه وجعان طموح وجعان ارادة وجعان بطولات كل ده مهم جدا فترة جاية بإذن الله دي كانت بالنسبة لكن أنا سعيد بالمباراة الأخيرة لأن أنا شفت شكل مختلف في التزام نوعا ما مع الوقت ومع الاستيعاب فريرا هيغير من شكل الفرقة والله العظيم أنا بحلف هو فريرا هيغير من شكل الفرقة وأنا عايز أقول لكم بدون ذكر أسماء يعني أحد اللعبين قال لي إن كارتيرون مدرب كويس وكتير من اللعيبة كان بتحبه لكن كارتيرون آخر فترة ما كانش مركز خالص لدرجة إن بعض اللعيبة وأنا بقول لها تلات لعيبة راحوا لكارتيرون قالولو كده تخيل لعيب بقول لها مستر كارتيرون لو أنت مش عايز تفضل امشي أقسم بالله أنا بقسم لكم بالله لأن هما شافوا إن كارتيرون مش مركز يعني كارتيرون فترة خيرة مش مركز عشان كده كانت الفرقة منهارة ما تيجي بتقول لك في كاس الرابطة ودور المجموعات يخش فينا 15-16 جون حاجة لا منطقية فما تخيل لعيبة كبار يروحوا الكارتيرون يقولوا له كده فكان لابد من تغيير لكن المدرب ده اللعيبة بتقول عليه إيه بقى دلوقتي موقع راجل كبير في السن بشه 2014-2015 دلوقتي اللعيبة سعداء جدا بهذا المدرب ومتفقلة جدا واللعيبة بتدت ترجع للتركيز مرة أخرى